انت قلتنا في بداية الكلام ايبقى معايا مفاجأة حلوة وابتدت تتكلم عن التدريب واتكلمت عن معسكر الاستعداد لمطش اسموحها وكمان اتكلمت على عودة السلية في مران النهاردة هل المفاجأة بقى متعلقة بالاسماء اللعيبة اللي كتت معايا ولا في مفاجأة تانية انت بالتأكيد هتختص بقى النهاردة برنامج التريند يا فاروق معنا لا يا محمد هي مفاجأة طبعا يعني مختلفة عن اسماء اللعيبين اللي احنا قلناها لكن خلينا اقول لك بقى الموضوع من البداية محمد يعني تابعنا في الفترة الاخيرة زيارة طبعا اكرم توفيق الى النمسا برفقة الدكتور احمد ابو عبلا يعني خلينا اقول لك تقدر تحط العنوان اقتراب عودة اكرم توفيق وبقوة خلال الفترة القادمة يعني ان شاء الله يا محمد خلال اسبوعين خلال ثلاث اسابيع بحد اقصى اكرم توفيق يكون موجود ان شاء الله في التدريبات الجماعية للنادي الالي لكن التفاصيل بقى يا محمد يعني نقدر نسردها سريعا ان الدكتور احمد ابو عبلا طبعا برفقة اكرم توفيق كان في الزيارة ليوخان هانا وده رئيس الجهاز الطبي لنادي باير نيميونيخ الالماني وخليني اكد على امر مهمة العلاقات الطيبة اللي بتربط النادي الالي ونادي باير نيميونيخ الالماني وايضا اللي على نطاق لدكتور احمد ابو عبلا رئيس الجهاز الطبي للنادي الالي وعلاقته الطيبة مع الدكتور يوخان هانا رئيس الجهاز الطبي لنادي باير نيميونيخ اللي كان حريص إنه هو يتابع كل التفاصيل الخاصة باللعب أكرم توفيق تابع كل الأمور شاف القياسات اللي تمت أشاد جدا يا محمد بفترة التأهيل وطبعا يا محمد أنت عارف إن إصابة الروباط الصليبي واحدة من أهم الإصابات اللي التأهيل فيها بيبقى مهم جدا إلى أقصى درجة هو أشاد بالبرنامج التأهيلي الوضع اللي تم وضعه لأكرم توفيق واللي كان طبعا أقيم في أحد المراكز الطبية بالدوحة وأشاد طبعا بالقياسات اللي تمت مؤخرا لأكرم توفيق أحمد أبو عبلا طبعا بيتكلم معنا حديثه عن النادي الآلي هو عارف قيمة ومكانة النادي الآلي تم إهداءه درع النادي الآلي ودماء تم إهداءه قميص النادي الآلي كتسكار لرئيس الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونيخ عقب يعني زيارتهم أو زيارة الدكتور أحمد أبو عبلا لرئيس الجهاز الطبي لبايرن ميونيخ في ألمانيا تم التوجه إلى النمسا لمقابلة أو ملاقات الدكتور كريستيان فينك وده الطبيب النمساوي اللي كان أجرى الجراحة الطبية لأكرم توفيق طبعا هو شاف أيضا القياسات الطبية والطمن على كافة الأمور الخاصة بأكرم توفيق أشاد طبعا بالقياسات وتم إجراء قياسات بدنية جديدة تم يعني متبقتها أو يعني حصل توفق كبير جدا ما بينها طبعا وما بين القياسات اللي تمت لأكرم توفيق في الدوحة أشاد بهذا الأمر المستر كريستان نافينك وبالتالي يعني هو كان سعيد جدا بأكرم توفيق وطلب قميص أكرم توفيق احتفاظ بقميص أكرم توفيق قميصه في النادل آلي ورقم 25 هو طبعا المكان بتاعه المخصص هو عامله متحف بيجمع فيه قمصان الأندية الكبرى سواء يعني الدكتور حمد أبو عبلا قال لي قميص النادل آلي بجانب قميص ريال مدريد وقميص يوفينتوس الإيطالي وطبعا أشاد به أكرم توفيق وأشاد به الأمور الطبية الخاصة بأكرم توفيق لذلك يا محمد اتفضل يعني المعاد الرسمي اللي تم الاتفاق عليه خلاص بعد الاتمانان على القياسات والحالة البدنية لأكرم توفيق عشرين سبعة يعني انت قلت خلال ثلاث أسابيع يعني نتكلم مثلا في عشرين سبعة هيكون جاهز للدخول في المباراة ولا لسه في برنامج بدني لأكرم توفيق حاليا يا محمد أكرم توفيق بينفذ البرنامج البدني يبدأ من عشرين سبعة ان شاء الله يا محمد أو بعد ثلاث أسابيع يدخل في التدريبات الجماعية لفريق النادي الآلي أكرم توفيق حاليا بينفذ برنامج بدني الموضوع طبعا لمرحلة ما بعد العودة بالظبط ثلاث أسابيع هيكون موجود ان شاء الله ويشارك في التدريبات الجماعية وده الخبر الصار ان شاء الله لا أعتقد واحد من الأخبار اللي تسعد كل جماهير النادي الآلي عودة أكرم توفيق طبعاً واحد من العناصر المهمة سواء للنادري أو للمنتخب المصري بإذن الله أكيد أعتقد كده المدة كمان يعني خدت وقت الإصابة مع أكرم توفيق أعتقد حوالي 6 شهور أو 7 شهور بالضبط يا محمد تقدر تقول لي أن تجاوز 6 شهور و15 15 يوم طبعاً الدكتور أحمد أبو عبلا قال لي طبعاً في البرتوكول الموضوع من بعض الأطباء طبعاً أن جراحة ربط الصليبي دايماً يفضل أنها تكون عاقب أو بعد 6 شهور بتوصل في أوقات كتير جداً يا محمد ل7 شهور أو 8 شهور أو 9 شهور أيضاً ولكن الاستجابة العضلية والتزام أكرم توفيق بالبرنامج الموضوع وأيضاً الأجهزة العائزة برضو يا محمد يعني وإحنا بنتكلم على هذا الصياق عايزة شيد بدور مجلس إدارة النادي الآلي في استقدام بعض الأجهزة الطبية الخاصة اللي بتساعد على تأهيل اللاعبين وده أمر طبعاً بيحسب لمجلس إدارة النادي الآلي والكب المحمود الخطيب اللي سهل هذا الأمر وعايز أقول لك أن الأمر اللي تم مع أكرم توفيق هو نفس الأمر طبعاً اللي هيتم مع عمار حمدي اللي إن شاء الله خلال الفترة القادمة طبعاً هيكون فيه زيارة طبعاً لدكتور يوخان هانا رئيس الجهاز الطب لباير دي ميونيخ وأيضاً كريستيان فينك طبيب النمساوي اللي أجرى العملية الجائحية سواء لأكرم توفيق أو لعمار حمدي دي أمور يا محمد مهمة جداً لنحة الطبية واهتمام مجلس إدارة النادي الآلي بهذا الأمر ده أمر في غاية الأهمية أعتقد هو خبر من الأخبار الصرى لكل جمهير النادي